بعد ارتفاع أسعاره غير مبرر إلى مستويات خيالية في السوق المحلية وبنسبة تجاوزت المئة وعشرين بالمئة يطالب مقاول البناء مصالح وزارة التجارة التدخل من أجل محاربة ظاهرة المضاربة في أسعار مادة الحديد الجزائر يتصدر لها الحالي للحديد كان من المفروض أن الأسعار لا تكون في هذا الارتفاع حذية من بين الأسباب هي قضية الاحتكار أنا أظنه هو قضية الاحتكار والمضاربة في الأسعار لأنه كيف لبلد أن يصدر المادة الحديد في نفس الوقت في السوق الوطني في أسعار جنونية نحن اليوم من هذا المنبر ندعو وزارة التجارة للتدخل ومراقبة هذه المادة منذ وصولها إلى الميناء حتى وصولها إلى المستهلك أو المقاول ويؤكد مقاول البناء على تأثر وطيرة إنجاز جل المشاريع بسبب ارتفاع أسعار الحديد أكيد سيؤثر على المشاريع السكنية لأنه حتى بالنسبة للمواطن البسيط الذي يبنيه هو ثاني جزء من هذا الاقتصاد يعني هو رحمه ما يقدرش يشريب هذه الأسعار وبالنسبة للمقاولة المقاولة التي كان مضى صفقة في السابق بالأسعار العادية واليوم رأى أصبح حاجز بشيكمب المشاريع لأنه مادة الحديد مادة أساسية في البناء بعد أن كان سعره لا يتجاوز ستة ألاف دينار ارتفعت أسعار الحديد إلى ثلاثة عشر ألف دينار للقنطار ما أثر على مشاريع البناء والسكنات التي أصبحت مهددة بتوقف أشغالها